موسيقى الثامنة من الميادين نهلا بكم وإلى عنوينها موسيقى الجيش السوري يحرر حرش الضواهرة في الغوطة الشرقية لدمشق ويشرف على دوار الشيفونية الشرق دومة موسيقى وزير الإعلام اللبناني للميادين التحالفات الانتخابية بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل تعلن الأحد وحزب الله ليس رادعا لإسرائيل واليوم نفتح كنيسة القيامة بأمر من رؤساء الكنائس كنيسة القيامة تعيد فتح أبوابها بعد رضوخ سلطات الاحتلال وإلغاء الإجراءات الضربية بحقها موسيقى أهلا بكم حرر الجيش السوري حوش الضواهرة وأصبح على دوار بلدة الشيفونية شرق مدينة دومة بالغوطة الشرقية لدمشق وفق ما أكدت مصادر ميدانية للميادين المصادر توقعت أن يجري تحرير بلدة الشيفونية بحلول فجر اليوم هذا فيما تقدم الجيش السوري على محور إدارة المركبات لمسافة تزيد على كيلومتر ونصف كيلومتر باتجاه حي العجمية مركز المصالح الروسي اتهم جبهة النصرة وجيش الإسلام وأحرار الشام وفيلق الرحمن وغيرهم بعرقلة خروج المدنيين من منطقة العمليات القتالية وباحتجازهم كرهاء المتحدث باسم المركز أكد في المقابل أن الجيش السوري التزم الهدنة بالرغم من قصف المصلحين في الغوطة الأحياء السكنية في دمشق وقد خرقت الجماعات المصلحة في الغوطة الشرقية لدمشق الهدنة الإنسانية التي أعلنتها روسيا وانتهت من دون خروج أي مدني المسلحون استهدفوا بالقذائف المدنيين الذين كان يفترض أن يخرجوا عبر معبر الوافدين محمد الخضر هذه مزارع دومة في الواقع نحن نرصدها من كمين متقدم للجيش السوري استهدفت هذه المنطقة بخمس قذائف هاون من المسلحين استهدف هذه المنطقة في الواقع هو لإعاقة خروج المدنيين على اعتبار أن هذا المعبر سوف يخرج منه المدنيون راجلين باتجاه معبر الوافدين حيث تتركز الحافلات التي سوف تنقلهم إلى خارج هذه المنطقة وجودنا هون بمعبر مخيم الوافدين المعبر الوحيد الآمن للقيام بأعمال الحالات الإنسانية التي تخرج من الغوطة وبانتظار أي حالة تخرج طبعا هون في شغلة يعني أنه المسلحين عم يستخدموا الأهالي دروع بشري لمنع من الخروج ونحن بناشد كل أهالي الغوطة من خلال من بركه هذا أنه المعبر آمن تمر الساعات سريعا دون مرور أي من المدنيين عبر هذا المعبر نحن في نقطة متقدمة للغاية في الواقع على الطريق الذي يفترض أن يسلكه المدنيون من داخل دومة والمناطق المحيطة بها باتجاه معبر الوافدين على ما يبدو حالة من الخوف أصابت هؤلاء بعد استهداف المعبر بقذاة في الهاون وبعد تهديدات في الواقع علمنا بها باستهداف المدنيين في حال فكروا بالخروج من هذه المنطقة استهداف أرد عليه الجيش السوري بقصف مصادر النيران الأهالي في مخيم الوافدين يترقبون خروج المدنيين وهم الذين عانوا طيلة سنوات من جراء القصف بقذاة في الهاون مطر علينا مطر قذايف يعني ما في بيت بالمخيم هو الحال إلا ما نزلت عليه قذيفة أو قذيفتين أبدا ويعني راحت أطفال وراحوا شباب ليش عم يضرب علينا صواريخ عم تنضرب على مدنية على أطفال على بيوتنا ساكنية العالم نايمة بتفز بالليل العالم الأولاد عم تعيط بالليل يعني مو كلامات الجيش السوري والهلال الأحمر أتم مال استعداداتي كاملتان لاستقبال المدنيين مضى يوم دون نتيجة والأمل بالقادم من الأيام محمد الخضر من معبر الوافدين في محيط دومة الميادين نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أشار إلى أن الممر الإنساني في الغوطة الشرقية يرمي إلى أنقاذ الأرواح واتهم في حديث صحفي الجماعات الإرهابية بعرقلة عملية الإخلاء وباستخدام السكان دروعا بشرية نحن نكافح الإرهاب وهذه الجماعات الإرهابية لا تهتم بوجود الناس هم يحاولون تضليل الرأي العام الدولي بشأن التطورات الحقيقية ما نحاول القيام به هو تحرير الناس في الغوطة الشرقية من قبضة المنظمات الإرهابية التي كانت موجودة منذ سبعة أعوام بيان الفصال المسلحة في الغوطة الذي عرض أخراج مسلحين نصر لقاء ادخال مساعدات إنسانية بتنسيق وإشراف أمميين من دون الموافقة على خروج المدنيين وفق نص القرار الدولي 2401 يؤكد أن قرار هذه المجموعات لا يزال رهنة مموليها في رفض أي هدنة أو تسوية تحرمها استخدام الغوطة أو تحرمها استخدام الغوطة شرقية منصة لتهديد دمشق ديمة نصيف كان يمكن للهدنة الإنسانية أن تعبر مخيم الوافدين لو لقذائف الفصائل المسلحة التي منعت الأهالي والهدنة من المرود القذائف أسقطت هدنة الساعات الخمس الروسية وبدلا من خروج المدنيين كما نص القرار الدولي 2401 جيش الإسلام الذي تملك قراره الرياض استعاد التفويض من كل الفصائل وأصدر بيانا مشتركا مع فيلق الرحمن وأحرار الشام التي كانت حتى الأمس تتمسك بتحالفها مع النصر بمواجهة تقدم الجيش السودي وعرض إجلاء 200 مسلح من النصر بضمانة وإشراف وتنصيق أممي خلال 15 يوما تبدو مبادرة حفظ الرأس للفصائل المسلحة مناورة لكسب الوقت من أجل إدخال المساعدات الغذائية والطبية وإعادة تركيب التحالفات بعد أن جرى جيش الإسلام فيلق الرحمن وأحرار الشام إلى بيت الطاعة مجددا إجماع الفصائل على بيان ترحيل النصر هو ما انتظره جيش الإسلام طويلا بعد أن كانت عبءا عليه ولغما لإفشال أي محاولة للتفرد بالغوطة وقرارها السياسي والميداني لكن تثبيت الهدنة الإنسانية يستند إلى قرارات إقليمية أكثر من استناده إلى إرادات داخلية فالهدنة تأتي في ذروة استنزاف العسكري والشعبي للفصائل بينما الجيش السوري يوشك على إغلاق القطاع الأوسط للغوطة والتظاهرات بما تيسر من محتجين ضد احتكار المواد الغذائية زادت الهوى بين أهالي الغوطة وبين المجموعات المسلحة القرار 2401 في هدنة الثلاثين يوما لا يزال في طور الامتحان واليوم الأول للهدنة الإنسانية يؤكد أن الفصائل لا تزال رهينة قرار مموليها للاحتفاظ بهامش المناورة للانقلاب متى شاءت أو شاء ممولوها على السلم السوري المحدود حتى لو نجحت الفصائل بإخراج النصر من الغوطة الشرقية فإن ذلك لن يغير قرار ديماشق بطي هذه الجبهة أما بالحسم العسكري وأما بالتسويات ومنع المسلحين والدول الدعبة لهم من مغامرة جديدة لاستهداف ديماشق بذريعة تحسين شروط التفاوض بامتلاكهم جيبا مسلحا في خاصرة العاصمة ديماناصيف ديماشق الميادين استخدمت القوات التركية المزيدة من التعزيزات العسكرية إلى منطقة كليس الحدودية مع سوريا وفي عفرين تواصل أو تواصل القصف العنيف على مركز وقرى منطقة جنديرس جنوب غربي عفرين بالأسلحة الثقيلة وقد سقطت أكثر من مئة قذيفة على مركز جنديرس فيما يتواصل تحليق الطائرات التركية في سماء المنطقة إلى ذلك استشهد 24 مدنيا في مجزرة جديدة للتحالف الأمريكي بريف دير الزور الجنوب الشرقي وفق ما أفادت به وكالة سانا الوكالة أضافت أن طائرات التحالف قصف تجمعا للمهجرين في منطقة ظهرة العلون كان التحالف قد ارتكب أول من أمس مجزرتين راح ضحيتهما 29 شهيدا واستهدف قريتي الشعفة وظهرة العلون بريف دير الزور الخارجية السورية وجهت رسالة إلى لمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن اتهمت فيها التحالف الأمريكي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري الخارجية ناشدت مجلس الأمن منع تكرار هذه المجازر وإنهاء الوجود غير الشرع للقوات الأمريكية على الأراضي السورية ومنع الولايات المتحدة من تنفيذ ما سمتها المخططات المشبوهة في مقابلة مع الميادين قال وزير الإعلام اللبناني ملح مرياشي إنه حتى الرابع من أذار مارس تكون القوات اللبنانية قد حسمت تحالفاتها مع تيار المستقبل هناك بعض الدوائر التي حكي عنها قد انتهى الأمر فيها وتم التحالف ماذاك تاريخ معين أربع أذار يعني قبل الإقفال باب التنشيحات سوف يعرف كل شيء على الأرض تتكون تحالفات منجزة بعطيكي موعد الأحد رياشي قال إنه لا يعتقد أن حزب الله هو الرادع لإسرائيل في لبنان وأن هناك نقاط خلافية أساسية مع الحزب فيما رأى أن الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله شخص يحترم قضيته وجمهوره ويحترم الآخر الذي يختلف معه لا تحترمها إسرائيل بشكل مطلق لا حزب الله هو الرادع ولا العمل على ترتيب الوضع في البلوك رأى 9 هو الرادع هناك روادع أخرى وتوقيتات أخرى لدى العدو الإسرائيلي يعتمد عليها هناك نقاط خلافية أساسية بيننا وبين حزب الله في نقاط قابلة للنقاش في نقاط غير قابلة للنقاش مثلاً كقتاله ومشاركته في القتال إلى جانب النظام في سوريا لأنه نظرة مختلفة في هذا الموضوع كامتلاكه سلاحاً خارج الشرعية هناك نقاط أخرى قابلة للحوار حول تكوين القوات اللبنانية وتكوين حزب الله وكيفية حوارهما مع بعضهما البعض كمكونين لبنانيين نحن لا ندعو إلى إلغاء حزب الله ولا نريد من أحد أن يلغينا نحن نحترم الآخر المختلف عننا كما هو ولكن نريد منه أشياء أساسية ترتبط ببناء الدولة الفعلية في لبنان على أساسه يجري الحوار أو لا يجري ما رأيك بالسيد حسن مصر الله؟ رأيك شخصية؟ إنسان محترم وأقدره لأنه يحترم قضيته ويحترم ناسه ويحترم الآخر المختلف معه أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن التغييرات في المناصب العسكرية العليا كان مخططا لها منذ سنوات متحدثا عن خطط لديه من أجل تحشير وتعبئة القبائل اليمنية ضد الحوثيين وداعميهم الإيرانيين في اليمن وفق تعبيره وفي مقابلة مع صحيفة الواشنطن بوست رفض بن سلمان الانتقادات لسياساته في الداخل والمنطقة قائلا أن التغييرات التي قام بها ضرورية لتمويل التطوير في المملكة ومحاربة الأعداء لافتا إلى أن الانتقادات التي تعرض لها بسبب الضغط على رئيس الوزراء لبناني سعد الحريري من أجل تقديم استقالته غير منصفة حيث أن الحريري اليوم في وضع أفضل مقارنة بحزب الله غادر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة تأتي تلبية لدعوة نقلها إليه مبعوث العاهل السعودي وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الحريري سيلتقي كلا من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصلة كاشنار يحرم أو يحرم الوصول إلى ملفات أمنية سرية جدا من جديد أهلا بكم أعادت كنيسة القيامة فتح أبوابها في القدس المحتلة بعد ثلاثة أيام على الأغلاق احتجاجا على الإجراءات الضريبية التي فرضتها سلطات الاحتلال إعادة الافتتاح جاءت بعد قرار سلطات الاحتلال تجميد جباية الضرائب البلدية التي كانت قد أعلنتها قبل أيام وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فأن لجنة ستتفاوض مع ممثلين عن الكنائس لمحاولة حل النزاع بشأن خطط لفرض ضرائبها أغلقنا كنيسة القيامة يوم الأحد بأمر من رؤساء الكنائس واليوم نفتح كنيسة القيامة بأمر من رؤساء الكنائس إلى اليمن حيث استشهد خمسة مدنيين من أسرة واحدة بغارة لطائرات التحالف السعودي على منطقة نهم شرق صنعاء وفي الحديدة استشهد أربعة في غارة لتحالف على منطقة الفازة فيما استشهد خمسة وأصيب أربعة عشر بينهم مسعفون بغارة على منطقة حفصين بصعدة بغارة على منطقة حفصين بزنان بغارة على منطقة حفصين من المشاهد بغارة على منطقة حفصين بشأن خمسة فهو ليس مكثرة ورقع من خارجهم ورقع لما أنتبهنا لو ضربها الثانية حين وصلت وفي نيويورك قدم المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي نبه فيها إلى خطورة الأوضاع الأمنية والإنسانية نزار عبود الأزمة اليمنية تشكل خطرا يتهدد بتفجير نزاع إقليمي واسع لا تنحصر نيرانه محليا لكن اليمنيين هم الضحية الأكبر ويموتون بالجملة بالقصف والجوع والأمراض حسب تقييم أخير قدمه المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد في آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي إن المشهد الإقليمي مشحون بالتحديات والنزاعات السياسية والمذهبية والضغوط الاقتصادية ولا شك أن مجريات الأشهر الأخيرة في اليمن ستعيد خلطة الأوراق السياسية من جديد وتغير من بعض التكتلات الداخلية ولد الشيخ هاجم أنصار الله حصريا واتهمهم بتعطيل الحل السياسي كذلك اتهمت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا إيرانا بدعم أنصار الله الذين يقصفون السعودية بالصواريخ الباليستية وهاجمت روسيا لدفاعها السياسي عن موقف طهران بالأمس استخدمت روسيا الفيتولي منع ذكر نشاط إيران في قرار حضر التسلح على اليمن لكن الأدلة أظهرت بجلاء أن الصواريخ كانت إيرانية المصدر وفي حين أكدت كيلي ضرورة منع إيران من إيصال دعمها العسكري أو التقني إلى اليمن ردت روسيا بأن الوضع الإنساني والأمني في اليمن يتجاوز في خطورته المهاطرات والأطماع الجيوسياسية ودعت إلى إطلاق عملية سياسية غير مشروطة لأن الوضع في اليمن صعب ومعقد نحتاج إلى البحث عن كيفية إطلاق عملية من دون شروط مسبقة بدلا من تقديم أكباش محرقة والدفع نحو ترويج الأجندات الجيوسياسية لتحقيق النتائج المطلوبة وعلى الصعيد الإنساني حذرت الأمم المتحدة من خطر وفية بأعداد هائلة ولسيما من الأطفال نتيجة سوء التغذية وتفشي الأمراض لفترة طويلة تعرض المبعوث الخاص إسماعيل والشيخ أحمد إلى المقاطعة من فريق صنعاء الذي اتهمه بالتحيز إلى التحالف الذي تقوده السعودية وبالنظر إلى التجاذبات الحاصلة حول اليمن إقليميا ودوليا فمن غير المتوقع أن تكون مهمة المبعوث الخاص الجديد مارتين جريفث أسهل من مهمة سلفه نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين إلى جناف حيث فشل المندوب الأمريكي إلى مجلس حقوق الإنسان في منع مدخلة وزير العدل الإيراني فحملت كلمة الأخير اتهاما لأمريكا بانتهاك حقوق الإنسان على المستوى الداخل الأمريكي وعلى المستوى الخارجي موسى عصية لم يؤثر اعتراض الولايات المتحدة على مشاركة وزير العدل الإيراني في الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان على مصار هذه الجلسة أو إلقاء الوزير سيد علي رضا آفيي كلمته التي تضمنت انتقادات واسعة لانتهاك واشنطن حقوق الإنسان سواء في تعاطيها داخليا مع المواطنين السود أو الأقليات أو المهاجرين أو على المستوى الخارجي ولسيما من خلال الدعم اللامحدود الذي تقدمه لإسرائيل إن الدعم المطلق وغير المشروط للنظام الإسرائيلي وتعزيز دوره المدمر في المنطقة يظهر اعتماد بعض الدول لمعاييره بزدوجة ومتحييزة ومسيسة في دفاعه عن حقوق الإنسان الحالة الأخيرة التي توضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني هي قرار الولايات المتحدة الاستفزازي بالاعتراف بالقدس عاصمة للنظام الإسرائيلي هذا يكشف تواطئهم في حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية في تقرير مصيرهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمة القدس الباثة الأمريكية في جنيف كانت قد أصدرت بيانا دعت فيه العالم لمواجهة ما أسمته منتهكي حقوق الإنسان الذين يسعون إلى استخدام الأمم المتحدة كمنبر لتشويه القيم الإنسانية لكن الأمم المتحدة استندت إلى القوانين الأممية لرفض الاعتراض الأمريكي مجلس حقوق الإنسان لا ينصع إلى الأراء المختلفة هو المساحة الواسعة لسماع وجهات النظر المختلفة ومن المهم الإبقاء على هذه المساحة فهي الهدف الأساسي للمجلس أود الإضاحة أيضا أنه ليس من مسؤولية المجلس تحديد هوية المدعوين بل هذا من اختصاص الدول الوزير الإيراني أكد التزام الجمهورية الإسلامية بمواصلة المساعي لتعزيز حقوق الإنسان المستوحات في المقام الأول من القيم والمعايير الناشئة عن التعليم الإسلامية الاشتباك الدبلوماسي الإيراني الأمريكي حل ضيفا على مجلس حقوق الإنسان لكن هذه الجولة لم تكن لصالح واشنطن التي خفضت مستوى الحضور إلى الحد الأدنى أثناء مداخلة الوزير الإيراني مصاعس جينيف الميادين إلى الولايات المتحدة حيث خسر صهر الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشريه جاريد كوشنير حق الاطلاع على المعلومات المصنفة سرية جدا في البيت الأبيض صحيفة الواشنطن بوست كانت قد كشفتنا مسؤولين من الصين والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى ناقشوا خفية كيف يمكنهم السيطرة على كوشنير وفق تقرير الصحيفة فإن مسشار ترامب للأمن القومي علم أن كوشنير له صلاة مع مسؤولين أجانب لم يبلغ عنها رسميا أو ينسقها عبر القنوات الرسمية ونبقى في الولايات المتحدة حيث أعلن برلمانيون أن أحد أقرب مستشاري رئيس دونالد ترامب هوب هيكس رفضت الرد على العديد من الأسئلة التي وجهت إليها وذلك خلال مثولها ماما لجنة الاستخبارات في مجلس نواف في جلسة استماع مغلقة بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية قد اكتفت هيكس بالرد على الأسئلة التي سبق أن جرت الموافقة عليها والآن إلى عنوين بعض الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم مع زميلة هباط الله بيتار هبا صباح الخير صباح الخير على شكرا لك وصباح الخير لكم مشاهدين البداية من الأردن مع صحيفة الدستور ونقرأ فيها إسرائيل تجمد فرض الضرائب على ممتلكات كنسية في القدس المحتلة الأردن يتابع تعليق القرار ويؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم المعارضة السورية تفسد هدنة الغوطة الشرقية وتقصف ممر المدنيين إلى لبنان مع صحيفة البناء وفيها موسكو تضبط الهدنة بمعادلات عفرين والفوعة وكفريا وفشل أمريكي جديد في مجلس الأمن خريطة طريقا أمريكية للانتخابات جاءت بالعلولة العونيون بيضة قبال بدل جمبلات التمويل السعودي يصيب هيئة الإشراف عشية انطلاقها والحرير إلى الرياض سريعا أمريكا سنفرض عقوبات جديدة ضد روسيا خلال ثلاثين يوما السفير الأمريكي في موسكو المشاكل في علاقات بين البلدين ستكون دائمة مناورات أمريكية إسرائيلية إطلاقوا نار على الاحتلال في الضفة إلى صحيفة الحياة ونختار من عنوينها الهدنة الروسية لا تلجم جحيم الغوطة البنتاجون يتهم موسكو بزعزعة استقرار سوريا ويعتبر إيران تهديدا طويل الأمد محمد بن سلمان يدشن حقبة جديدة في العلاقات مع بريطانيا ناطق باسم مي يعلن زيانة ولي العهد السعودي لندن في السابع من آذار الحريري والمشنوق إلى الرياض اليوم والمفد السعودي أعاد الروحة للعلاقات مع لبنان من الصحف السورية نختار صحيفة الوطن وفيها نقرأ الجيش يستهدف النصر على محاول حرستة ومزارعها في أول أيام الهدنة الميليشيات تقصف الممر الآمنة وتمنع المدنيين من الخروج تركيا تواصل استهداف المدنيين في عفرين أنباء عن تنسيق بين واشنطن وأنقرة من سوريا إلى تونس مع صحيفة الشروق وفيها القضاة والمحامون غاضبون على خلفية احتجاجات الأمنيين في محكمة بن عروس أساتذة الثانوية تمسكون بحجب الأعداد ويقررون الإضراب تسييس الإدارة إضعاف للدولة الشاهد أقر بوجوده أما الآن فننتقل إلى صحيفة الرايا القطرية وفيها نقرأ قائد القيادة المركزية الأمريكية الأزمة الخليجية هدفها صرف الأنظار عن حرب السعودية باليمن وختام هذه الجولة من الجزائر مع صحيفة البلاد أردوغان يصف الجزائر بجزيرة الاستقرار الرئيس التركي يشيد بمناخ الاستثمار التوقيع على سبع اتفاقيات وصفقة بقيمة مليار دولار مع صونة راك نحو إنهاء إضراب المدارس متفليقة يأمر بن غبريت بالتحاول مع المضربين الوزيرة دعت المفصولين إلى تقديم طعونهم للعودة إلى العمل إلى هنا مشاهدين نصل إلى ختم هذه الجولة ونعود الآن إلى علا كل شكر لك هباب مشاهدين نحن أيضا مع عنوين الصحف نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة ولم يبقى لا تذكر بعنوينها الجيش السوري يحرر حرش الضواهرة في الغوطة الشرقية لدمشق ويشرف على دواري الشفونية شرق دومة وزير الإعلام اللبناني للميادين نتائج المباحثات مع طيار المستقبل حول التحالفات الانتخابية تحسم الأحد وحزب الله ليس رادعا لإسرائيل واليوم نفتح كنيسة القيامة بأمر من وسائل الكنائس كنيسة القيامة تعيد فتح أبوابها بعد رضوخ سلطات الاحتلال وإلغاء الإجراءات الضربية بحقها الميادين دوت نت للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر لضافة إلى صفحة الميادين باللغة الإسبانية اسبانال دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء اشتركوا في القناة